اشتركوا في القناة نعم اجتماعنا لنعرف سر الطريق من النظام نفسه يقول انتهى وقت عرض البيانات ويعني الذاكرة انتهت وهذا اخر شيء ظهر في الماضي لسونج جين وو ثم رجعنا للحاضر فعلى طول انتقلت الحدث الى تشاهاي اين والمهندس نفسه المصمم نفسه قاعد تتقاتل معها تشاهاي اين تضرب بضرباتها القوية جدا والمرعبة وذاك يتصدى وفي النهاية استطاع انه يضربها ضربة مرة مرعبة واستطاع انه يضربها على كتفها وجرحها جرح مرة كبيرة فقاعد يقول هذا ممتع جدا اللي يقصد فيه ان النظام لهم صممه قاعد يتوقع توقعات ونتيجة التوقعات هو يعرفها فقاعد يقول انتم البشر يعني زم نقول عرق وضيع جدا ما تقدرون تتغلبوني على النظام او على التصميم اللي انا صنعته وكاني قاعد يقولك هذا النظام قاعد يحسب لك ويتوقع لك حاجة بتصير مستقبلا وقاعد في نفس الوقت يعطيني تحليل النتيجة على كيف اني انا تفوق عليها انتم البشر ما تستطيعون انكم تتفوقون عليه طبعا احنا نعرف من اللي راح يتفوق عليه بالولة الاخير فحالة طول قاعد يعني استهين فيهم كبشر كلهم طبعا الشهيئين كانت هل يتواجهوا وصابتها يعني ضربة قوية وهناك الجند المطلق والقادة الاخرين والمعالج قاعدين ضربون مع التمثيل الموجودين في الساحة طبع طول الجند المطلق اللي هو اسمه تفقع ظاهر والله وعلا من الناس اسمه شونغ اطلق مدفع ناري على وجه المهندس على اساس يعني شتته وقاعد يقول وصرخ بقوة انه يجب علينا ايقاب سونغ جين وو لانه لن يعني يستطيع الانتصار عليه حال عدم وجود شخص قوي جدا مثل سونغ على الطول تشاهاي انطلقت الى سونغ تبتوقيته فجأة جاهم المهندس بسرعة مرعبة وكاد ان يضربها ضربة وميتة جدا لو جات الضربة عليها لماتت لكن تفادت الضربة وطلع زي الحاجة غريبة كده جنبها طلعت من كتفها ظل بسيط ظلامي يتبع ملك الظلال الملك هو نفسه اللي يحط الظل هو قاعد يقول من الغريب انه في الغرفة هذه يطلع ظل وهذا الظل موجود عندك يعني الملك قرر انه يعطي الظل يحط الظل هذا فيك انتي يعني الملك مو هو الملك نفسه اللي يقصده المقصد انه اللي يعطاها سونغ وعرف في النهاية انه اللي اعطى الظل لتشاهاي اللي زرع الظل لتشاهاي هو سونغ فقال نعم اذا هذه ليست ارادة الملك بل ارادة سونغ والمقروض والفكرة اللي يبي يبيها توصل لنا انه في الغرفة هذه غرفة النظام غرفتي انا كمصمم القوانين المفروضة ما تشتغل قوة الظل وهذا شي غريب انه انتي جيتي ومعك ظل واشتغل هو قال لها قال لها ايش الصلة اللي ترفضكم انتم بي سونغ جينو الصلة اللي بينه وبينه احنا اصدقاء قال في النهاية اذا فعلا هي ليست رغبة الملك وكمل على اساس انه يبيقتله فقال اذا رح اعطيكم فرصة انكم تشهدون في هذا اليوم رح تشهدون لحظة نزول الملك وهذه كلمة انا بالنسبة لي يعني اقدر احللها بأكثر من الطريقة ولكن الطريقة اللي انا اقدر احللها ذي حاليا في اللحظة هذه نزول يعني انه يأتي من الاعلى من عالم سامي اذا جينا نوزعها بالاعمال هذه الاعمال الصينية والكورية غالبا عندهم نوع من الاعمال اللي لها علاقة بالعوالم السامية والعوالم المتدنية والعوالم الخارجية وما الى ذلك لكن يقول نزول فهو فوق فكيف انا افسرها لأمان في اللحظة اقدر اقولك ان الملوك هذول في عالم سامي في عالم اعلى في عالم قوي جدا يصعب على اي من الاجناص المتدنية اذهب لها واذا ذهبوا لها يموتون مثلا من قوة الهواء او من قوة الروح او من قوة الاكسجين فالعوالم المتدنية يصعب عليها الذهاب الى هناك الا في حال امتلكوا قوة جبارة هذه كفكرة ممكن تضاف في المنغا طبعا فقط شطعي قال رح ينزل الفكرة اللي ان وصلت لها ان البشر يعتبرون جنس متدني والملوك مجدين في عوالم سامي فقعد يقول رح امنحك انت فرصة انك تشهدين نزول الملك ولكن على الباقي يجب عليهم الموت فجأة في واحد قال ومن قرر ذلك التفت لان نسمع صوت صوت من صوت سونجين وو في نفس اللحظة بوم جاه بوكس يعني استمر اربع فصون ضرب معه ما جاه بوكس مثل البوكس هذا اللي برد خاطر انه سونجين وو جاه فقع وجهه نزل في الارض ودعس على وجهه رجلة قعد يقول له انت ما الذي فعلته في جسدي وعد هنا يعني الصدمة والرهابة ظهرت وبانت على وجهه الشخصيات الاخرى الارتياح الطمأنينة يوم شافوا سونجين وو جاه استيقظ ضرب المهندس اللي كانوا بيموتون كلهم مننا انقذهم كلهم فعلا هذا البطل اللي البشرية تبحث عنه اللحظة هذه دعس عليه وقعد يقول له ايش تويت في جسدي وحلاص المهندس منزدع في الارض مندحز عليه قعد يقول المهندس انت ليست الملك كيف يمكنك البقاء كيف يمكنك التحكم في جسدك هذا الجسد مفروض يكون الملك انت موش الملك وين وهذا الشي اللي يتضح ان الملك ليس سونج بل الملك المفترض انه يأخذ جسد سونج ولا شيء قلنا زمان وتحقق نظرية وتحقق فوقفه انه فعلا في انتظار ملك يستحود على جسد سونج ولكن سونج من سيطر في النهاية على جسده وهنا حان وقت الانتقام من المهندس فالمهندس قاعد يقول كيف يمكنك الوقوف والصمود ولازال القلب قلب الملك ينبض في قلبك طبعا سونج يستشعر وقلب الملك الأسود لازال موجود قال لك عندك القلب ولازلت بشرية ولازلت سونج وين الملك مصدم المهندس قاعد يقول سونج في باله إذن يعود الفضل للمان اللي أخذتها والقوة اللي أخذتها للقلب هذا طبعا جاب مربع قاعد يقول لك إيش هي الخواص اللي يضيفت لسونج بعد ما أخذ القلب اسم اللقب صائد الشياطين تم الاستفاء بكل الشروط ولقد تذكر كيفية هزيمة الملك بران ملك اللهب أو ملك الشياطين اعترفت بك القوة الهائلة كملك اللهب التأثيرات على هذا الإنجاز هي إضافة مئة ألف مانا للمستخدم لسونج فهذه الإضافة اللي وصلت لسونج وأخذ لقب ملك الشياطين استطاع تذكر له ماضي مع بران وكيف هزم وآخر شي التأثير أضافت عليه مئة ألف مانا مستخدم المانا المانا تستخدم ليش زي ما نعرف استخدم على استخدام الضلال استدعاء الضلال استخدام التبديل كله يستهلك المانا لذلك المانا الآن limited يعني زي ما شفنا في flashback اللي يخلى الملك الضلال يقوم مجموعة كبيرة من الناس والوحوش كان السبب أن المانا كانت مرة 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 في مستوى أخر طب أنسوق ينظر تحت الأرض وشوف تاقي صارخ اللي هو الملك اللي هو المهندس قال ردت فعلة واضحة جسدي ولكن صار العكس بدلا ما يكون نغمة صار نعمة علي فلذلك هو المهندس قاعد يعاني ومصدوم من الموقف هذا سونق قاعد يقول الإجابات اللي استعدتها لم تزودني بالإجابات اللي أنا كنت أبغاها ولم أستطيع أستماع كل حاجة في أشياء ما كان يبغاها ما حصلها ولا سمع كل شيء وهنا كنت أقول في جزئية الملك برام يشوف يده وكان يسمع الكلام قلت أقول إنه سمع لكن حاليا يقول أنا ما سمعت كل شيء إلى الآن مش واضح إلى الآن كلامي أنا خاطئ وكنت أنا مع شباب أتناقش في بث المانقا والمانوا كنت أنا ضدهم ومعهم الحق لكن إلى الآن أنا مصر على رأيي من وجهة نظري وراح أتمسك فيها إنه سمع الحوار هذا وفي أشياء يقول ما سمعته هل هو هذا الكلام اللي أنا أقوله إنه سمع الحوار بينه وبين بران أو يقصد بالحوار في الفصل هذا إنه في أشياء ما سمعها هو نفسه الحوار اللي صار بين الملك والملك بران اللي صار مشفر هل هذا الشيء اللي قال أنا ما سمعه أمور ما عليكم من هالجزئية اللي ممكن أصلا النص ما فهمتها والنص اللي ما تتابع بثوث ما لها علاقة أنا هتجي تتابع علمان الانطباع وإن شاء الله أنك تستمت ما يعجيز المتابع فخلنا نكمل بصرد الأحداث هذه بس وقعد يقول أنت قلت أنك معارض للاختياري لاعب في اللعبة هذه إذن ما هو اللاعب بالضبط وكيف تم اختياري يلا يبيع علم طبعا تكسر تهشم وجه من قوة الضرب بدأ يا صح قال لا لا مالك الضلال أنت أو تحسب أن الملوك سوف يبقون الموجة القادمة والحرب القادمة راح تكون لها علاقة بالملوك والملوك ما راح يرضون بشخص يسلب قوة مالك مثلهم ورح يتكلم في النهاية عن الموضوع هذا فخلونا نسر لكم بردو الانتباع ثم طلع سيوف وخناجر اللي كان ما أخذهم من قبل وقال أجيب على سئلتي لأنه خلاص هنا الضربة الأخيرة اللي بيهزم فيها المهندس سيار دائم خرب بيتك 4-5 فصل وانت قاعد تلمح لي وتحط لي هلالغاز طيب إلى متى والله العظيم أنا طفشت والله أني طفشت يعني على كل كلمة بيقول ها أبقعد شهر أحلم طيب قول لي ليش تم اختيار أنت قلت قبل 4 فصل النوضوع هذا ليش تم اختيار ليش هم اختروه يعني ما أدري أنا ما أدري اختروه لأن الوريط الأحق اختروه مو اختروه ممكن فيه شخص اختروه ممكن الملك الظلال نفسه هو الاختر أنا نسي حين ضايع في الحوار هذا لأن هذا النظام قاعد تلاعب فيني ثم أنه كانت لعب بسنوة لكن أبدا تكلم في الموضوع هذا نهاية الانتباع فخلونا نكمل على طول بعد ما عصف قال بدأت التمثيك لا تتحرك وقال إذا قتلتني سونج فكل الموجودين هنا رح يموتون هل رح تجازف بالأمر هذا ايش قال سونج قال إذن ماذا لو قتلتك ودمرت كل الدمى حقي ماذا سوف يحصل قال المهندس إذا قتلت صالع النظام بدأ يضحك سونج قال هل سأعود إلى صياد برتبة إي هل رح أرجع أضعف صياد في التاريخ يقول قاعد يقول فكرت بذلك عملية فكرت كثير بالموضوع ولكن أنا موقن إن هذا الشي مستحيل يصير حتى لو اختفى صانع النظام النظام نفسه رح يبقى لن يتداعى لن يتداعى لن يدمر بكل بساطة الصانع يموت النظام نفسه سيستم نفسه ما رح يتغير ما في أي مشكلة حلو طول هنا المهندسة قرر يسوي حاجة قال إذن سوف أدمر في نجاة المربعة هذه حقية النظام تنبيه 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 أي شيء تنبيه تمن المصنم من الوصول إلى النظام نفسه ديم ديم سونج سوى حاجة خلى المهندس ما يوصل للنظام قفل عليه النظام سونج كل بساطة حكر النظام قاعد يقول كيف ذلك كيف يمكن ذلك سونج رد علي قال نعم فكرت بذلك كماليا فجل فلاشباك لماضي سونج وهم يقول يوم كان يكون زمان أن النظام واضح أنه يستغلني فأنا رح يستغل النظام النظام يبغى مني شيء فأنا رح أستفيد من هذا الشيء هو يبي مني مصلحة ولكن أنا قاعد أزيد فلذلك الآن أنا أستغل له وهو يستغل في اللحظة هذه الآن النظام يبي دمرني فالآن أنا سأدمر النظام وأستنزف النظام وهذا الشيء سوى سونجين وستطاع أنه يغض على المهندس الوصول إلى بالنهاية بالنهاية قال له يبدو أن تصميمك مليئ بالعيوب وحانت للحظة الأخيرة سونجين وستطاع ضرب المهندس وتدميره بشكل تام وبشكل كامل فبدأ يتكلم عنه فجأة هذا المهندس قاعد يقول عندما تبنى أعمدت النار لدعم السماوات سوف يجدك الموت المحفو سونجين وو بكل بساطة قال أعي ذلك أو أعلم ذلك وهنا انتهى الفصل 130 خلونا ننتقل للفصل 111 الفصل 111 ظهرت لنا البوابة اللي دخلوا منها إلى الدنجل ومن دول ظهروا منها سونجين وو واللي معه وكانوا ينتظرون هم المواطنين والصيادين كانوا يقولون أنهم طولوا في البوابة تموا إلى ساعة ثم ظهروا من البوابة وأخيرا ولكن أغلبهم متقن بالدماء والجراح وكانوا محبطين جدا من أن اللي ظهروا طبعا المهم المحبطين أنه كان في جدد ضحايا ويوم قالوا هذا الكلام للناس اللي برؤوا للعامة والمواطنين صدموا وصعقوا زي ما نقول أنه في نخبة النخبة ماتوا فقط من دنجل لا يذكر حتى فكانت أشبه بكارثة لكوريا للمواطنين وللصيادين وللنقابة الصيادين في كوريا آخر شخص طلع من البوابة كان سونج جنوو كان يقول سونج لابد أنه جسد المهندس الحقيقي في مكان آخر بالرغم أني ما حصلت على الإجابات اللي أبغاها ولكن هو من الأول ما كان رح يجيب على الإجابات أبدا نائب نقابة الصيادين لشارة برتغالي كان يقول لسونج جنوو تقريبا مات أكثر من عشرين شخص من النخبة ما عندي تصور ولا عندي فكرة لو كسرت البوابة وفتحت ماذا سوف يحدث لكوريا وقال يكلم سونج يقول هل فعلا أتممت يعني تصفية البوابة هي بوابة رتبسية لكن شفنا الويل والحول من هذه البوابة الواضح نسونج جنوو صف البوابة يوم طلع وقف لها تقريبا وبدأ يتكلم له نائب الصيادين أن أنا يوم جيت استدعيت النخبة وستدعيت فرقة الفرق الموجودة في وكالة الصيادين وما إلى ذلك وهذا الشيء أدى إلى موت فعض الأشخاص كأن يحط الذنب عليهم لأنه استدعاهم هو طلبهم لنجدة وبعدهم ما هو ذنبا يعني هو جه اتصال أن في بوابة فتحات سونج جنو ججال أن بديه إنه يجي ويكلم أقوى الشخصيات اللي اللي حق على سونج جنو أو الناس اللي دخلت البوابة في هذه بوابة سي ولكن حالة طارئة فهو قاعد زمن قول يندب حظه الجثث هذي كانت السبب كنت أنا السبب فيها لو ما جاء لما أصبح الجثث وضع كان مرة سي ما هو بعارف إيش يقول فعلا في اللحظة هذي لكن سأل سونج جنو كيف جيت هنا شلون جيت هنا كيف عرفت أنه في بوابة هنا قال سونج جنو جاتني رسالة من البوابة نفسها أني أنا أجي قال طيب ورني الرسالة اللي جات قال له رسالة تجي في رأسي النائب كان يقول شون يعني رسالة فيه بال يقول رسالة جات في رأسي هل جتت هذي كلها اللي هنا والناس اللي ماتت وهو يعني ما في بشري عاقل يقول رسالة جات في رأسي مستغرب يقول بالمنطقة السليمة ما رح أفهم النهاية على طجات تشاهاي قالت لسونج هل أنت بخير طبعا سونج جريح سبح بدم فعلا رد عليها قالها نعم أنا خير ولكن هبما قد أكون متعب متعب قليلا كده فجأة نزل رأسه بدأ يعني يبين أثار التعب عليه وفي نهاية سقط وهنا سونج دين وو سقط أخيرا بعد هذه المعركة غمية عليه انتقلت الأحداث إلى الجهة الأخرى من العالم ألا وهي جهة اليابان عند يوري أورلوف هذا يورلي أورلوف كان جالس قدام البوابة وكانت في شاحنات أكثر من 5 إلى 10 شاحنات ممكن أن يوري هذا أنه يصنع حاجز كبير أمام البوابة عشان يقفل بعد ما يحط الحاجز هذا يسحب القوة السحرية الموجودة على الأنوية السحرية حوله إلى الحاجز حقه ليعزز قوة الحاجز فأفضل أنه يضع الحاجز في منتصر البوابة لكي يسيطر عليها ولكي لا تفتح هذا شيء عرفنا من زمان نحن عارفين أن هذه البوابة ليست بالبوابة الطبيعية لأن هذه البوابة هي نفس البوابة اللي فتحت في الفلاش باك البوابة الكبيرة الضخمة الأورجنوانية المائلة للحمرة فهنا الرعب الحقيقي اللي يوري ما عاد يعرفها ولسه ما بعد يعني يجرب أحد النواب اللي ما يقعد يقول هل في مشكلة في الحاجز وانت تنظر فيه قال لا الحاجز ممتالي جدا ولكن في شخص قاعد يراقمنا من مكان بعيد ونظر فوق شاف يعني في مسافة بعيدة عند المبنى عند العمارة قال أظهر نفسي تعال ترك ما رد عيه نابل اللي جنبه والكشاف اللي عنده كان يقول يعني هل في شخص أصلا يعرف أنه بكرة ممكن تلتح البوابة وقاعد هنا محاف قال ومن قال أنه شخص من وجهة ناظري أنا كعبد رحمان هذا مو شخص هذا وحش هذا وحش وليس من الوحوش اللي حنا نشوفها الوحوش الظلامية من العالم الآخر بل الوحش أشبه بسم ديون من تقنط الصورة للوحش نفسه قاعد يقول هذا الوحش لديه حواس جيدة قاعد يتكلم عن يوري حواسه جيدة يوم منها لاحظني أنا الوحش قاعد يقول هذا ليس غريب نظرا للمكان الذي يستمد القوة منه ووو هذا الكلام لحالة يخليني المبسط قاعد يقول علي حال الأمور تسير كما هو متوقع في النبوءة نفسه إلى نبوة الكارثة هذا الوحش المتحدث في اللحظة هذي هو أب سونج جين وو هذا الشيء رحيب أخيرا ظهر لنا الأسطورة في هذه اللحظات رهيب طبعا قاعد يوريك الكاتب ويوضح لك أن في اللحظات هذه في المكان هذا والمحيط هذا كله فيه جيش فيه عتاد والممنوع الوقوف والممنوع المرور غير مسموح التعدو وما إلى ذلك ودبابات وكذا فجأة قول لنا قابة الفرسان أو أقوى الصيادين دور رتبة لليابان طبعا واحدة منهم تقول البنت تقول ها الأسلحة الحديثة ما تأثر في الوحوش فليش جايبين أسلحة أصلا منها ما تأثر بسجادة حدي فرد عليها الناب قاعد يقول في حال فشل يوري يورف اللحظة هذه راح هذول الدبابات تعطينا وقت فقط تعطينا وقت على أساس الصيادين يستطيعون الهجوم أمور دخليني نكسب بوقت إضافي وقالت إذن هم رح يقنون الفتيل حق الهجوم هذا شيء وضح عجز البشر يعني وقت ما يكون فيه كوارغ رح تصور اليوري قاعد يقول ومفصول جدا الوضع هذا مثالي مثالي فوق المثالية يعني الدرجة يعني واصل للمرحلة الكمال الكمال اللي حتى هو ممتخيله تخيلوا الشارع مليء مليء بإيش بالأنوية السحرية والأحجار السحرية اللي يسحب منها الطاقة أو يرميها على البوابة والبوابة ما تفتحها بالأحجار يقول إذا استمر على الوضع على هذا هذا المنوال رح أكون أنا الشخص اللي صفيت البوابة إسلحالي ولكن هذا شيء ودي يصير ولكن سبقني فيه واحد شخص آخر استطاع ولقف بالشخص الذي استطاع تصفية بوابة رتبة إسلحاله غير الرعب الهيب نعرف مين سواها سونجين يا أخي ممتع ممتع العمل لما تشوف البطل هو الكل في الكل وأخيرا حكس الأطال اللي نشوف ها واللي تعودنا عليهم دائما ما يكونوا في أوضاع ضعيفة جدا وينطلقون إلى القمة هذا سونجينو دائما في القمة وهذا ما يعطي العمل لذة وجوها الخاص فهين الهياط من يوري مسك الخمر وشرب وقال يا أبوي اللي جنب قال أصبر ما بعد يعني دا حد اللعب ما بعد حتى يجون لحوش وبعد تنديل معركة يوري قال السياد كم شخص جاهز للصيادين في روت بايس قال لخمسطعش قال لهذا عدد قليل هذا عدد قليل للناس اللي بتحضر تعتبر جمهور لنصري خرب بيتم من الهياط وشي فهين علق يوري قال لحظة إيش قعد يصير في أمريكا ليش ما رسلت يعني أو ما أو وش تسوي أمريكا بالضبط قال لأمريكا مشغولة في بوابة فتحت في أحد ولاياتها المفروض أنها هي ترسل يعني صياد رتبة إس للمساعد قال له لا هي مشغولة أمريكا عندها بوابة رتبة إس فتح ومش بس أمريكا حتى بريطانيا فتحت بوابة ذات الرتبة إس والهند وآماكن أخر وخذ لك أنت أبحر بخيالك وتوقع ويعني شوف وين فتحت البوابات ويش نوع البوابات وليش فتحت إس بالضغط ليش رح أتكلم في النهاية اليوم يعني الطبع سيكون طوي شوي قاعد يقول يوري يعني واضح أن الدول تعاني من ضغط بسبب البوابات الكثير وكذلك عندنا نقص بالقوة البشرية يعني قليل للصيادين المتميزين والأقوية من يستطيعوا هزيمة البوابات خيلين خيلين بوابة رتبة إس في جزيرة جيجو دولتين عشان يستطيعون إسقاطها وما ستطاعها كل الدولتين جابوا فرسان أو زي ما نقول سيادين غطة إش ما ستطاعها فما بالك لما تتح مثلا عشر بوابات حول العالم رتبة إس متخيلين دمت الدمار لن يستطيع البشرية هزيمة البوابات مهما كانت الظروف فقط رجل واحد من المستعجر هنا على طول رفع راسه الكشف اللي معها أو النائب اللي معها قاعد تقول أو فتحت البوابة ووشت انتقلت الأحداث إلى سنجين وو سنجين وو كان طريح الفراش واستيقل أخيرا من النوم بعدما كان دم يقول إيه شو كبورس على طول دخل النائب حق النقابة حق سنجين وو دخل أوه أخينا استيقظ قال كم لي أنا نايم قال ثلاث أيام وصدم ثلاث أيام ثلاث أيام يا ظالم أنا نايم ثلاث أيام ليش شو السبب يعني كان قلق للغاية وبدأ يتذكر قال ثلاث أيام في نوم لذت أتذكر الأحداث اللي صارت في الفلاشباك في الماضي قاعد أتذكرها وكأني أشوفها على طول قاعد يقول ما معارف أنسا المشاهد اللي قاعد يوريني ياه المهندس نفسه قال لاحظ أصبر ثلاث أيام أنا نايم إيش صار في البوابة اللي فتحت في اليابان على طول قال له البوابة وكان منزل رأس وحزين شو البوابة فتح تقلت اللحظات بالبوابة نفسه الغر من البوابة عملاق كبير جدا ولكن البوابة قدامها حاجت حاجت من يوري يوروب هذا الوحش اللي ظهر هو عملاق جدا وهذا العملاق يصنف تحت زعيم بوابة رتبة ايه والفكرة اللي مفروض توصل لك عزيز المتابع أول شخص يطلع من البوابة العادة هو أضعف شخص يطلع من البوابة فالآن زعيم بوابة رتبة ايه طلع أول واحد يعني زعيم بوابة رتبة ايه هو أضعف شخص طلع من البوابة ولكم ولكم للكارثة اللي زمان تكلمت عنها أن هذه البوابة هي بداية الحرب بالأخير وفعلا إلى الآن سلامي بدأ يتحقق أن هذه البوابة هي بداية الكارثة بدأت البوابة ظهر زعيم بوابة رتبة ايه أو شخص زي ما نقول يعتبر ضعيف جدا مقارنة بالبوابة هذه لأنه يعتبر جندي في هذه البوابة فعلى طول منبسط يوري قول حاجز ودك مسك السلاح حقه وضرب الحاجز وتدمج الحاجز فعلا ولكن يوري استطاع ردعه وقال تحسب أنك أنت استطيع هزيمة الحاجز حقي هنا فجأة جات يد كبيرة مسكت الراس العملاق الضخم ومسكه وارقع وراه طيّر يا بوي وهنا يوري يوم شاف الموت شاف عملاق صغير مقارنة بالعملاق اللي ظهر هنا يوري بدأ عرّك شاف الموت قال وين 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 يا أنا وين حاجزي حلاطون طلع له زي ما نقول يعني ما بدأينا تقول هذا ملك العمالق ولكن يومنا ظهر جندي مستحل يظهر ملك بعده ممكن أحد جنرالات الملك ممكن أحد قادة الفرسان عند الملك ممكن الملك نفسه عموما بعد ما طلع ومسك العملاق الضخم اللي جنبه رما طلع سيفه فيقول بساطة بتلويحه وحده شق الحاجز وشق المباني وشقنا كلنا وشق المانوى وقفل الفصل يوم دي إيش فيه تصبر عاد قلنا كارتة بس مو كده يا ساتر يا ساتر يا شيخ شق الأبعاد يا رجل يعني يا إلهي يا إلهي يا إلهي يعني أنا طاقتي صراحة استهلكت صراحة في الفصل هذا والودود يتكلم عن الفصل الماضي والإحداث الماضية متعلقة في النظام نفسه ما أدري والله حتى البث ما يكفيني صراحة وأنا مقصر يعني أنا عندي أبكار كثيرة بيضعها على الأقل إذا كنت ما راح يتكلم عن الإطباع الأول خلوا نتكلم على الأقل على الجزئية هذه الجزئية هذه تكلموا عن أو الفصل هذا الفصل المية 31 تكلموا عن أبو سونج جنو تكلموا كذلك عن البوابات الكثيرة اللي فتحت والكارثة الكارثة الكارثة هذا أهم ما فيها بالنسبة لي أبو سونج جنو بأنظر بالمنظور الآخر أبو سونج جنو يعتبر شخصية بشرية عادية أقحمت في بوابة استمر فيها لمدة عشر سنوات العشر سنوات هذه أو ليس عشر سنوات لكن لفترة طويلة من الزمن في البوابة تعلم اللغة استفاد من اللغة وصل لقوة جبارة كيف استطاع أخذ النبوة من وجهة نظري عندي أكثر من احتمال أول شي أبو سونج جنو لربما يكون له علاقة بأحد الملوك أو قوة ثالثة تعادي الملوك أو زي ما نقول القوة اللي عادت الملك نفسه ملك الضلال كانت قاتل مع الجنود الفضيين لربما هو في أحد البوابات التقى بأحد ملوك الفضيين أو القادة الفضيين استطاع أنه ينضم لهم يتعلم منهم أو يستطاع منه يسرق منهم ويستفيد منهم بكل الأحوال أو يسنجل وما وصل لفكرة النبو وما وصل للقوة هذه إلا لأنه استطاع الوصول لهم الآن من وجهة نظري الملوك يعرفون ملك الضلال والملوك يتبعون ملك الضلال هذا باعتقادي أنا وأبو سونج جنو يعرف أن الملك ظهر والملك يعتبر كارثة فهو عدو الملك نرجع للفلاشباك من هم أعداء الملك اللي هم الجنود الفضيين فأرجح في هذه اللحظة أن أبو سونج جنو عرف عن الجنود الفضيين ممكن مال لهم تعلم منهم انضم لهم عرف النبوة منهم لربما هذا الشي اللي واضح لأنه هو ضد الكارثة وضد الشياطين إيش سبب ذلك؟ لأن أنا عارف ملك الضلال نفسه هو ملك بقية الملوك لأن شوف عشان أوضح لكم الفكرة ملك الضلال فوق الملك بران فوق الملك حق الشياطين فوق الملك حق العمالقة الفلاشباك وضح أن دول اللي كلهم كانوا جاهزين للحرب كان فوقهم ملك الضلال حتى يوم خان بران ملك الضلال قال لو ما خذتني كان انتصرنا في هذه الحرب هذا يعني أن ملك الضلال ملك كل الملوك وهو الملوك يعرفونه والملوك يحبونه أو الملوك يابون يستفيدون منه أو الملوك ترمينا لقوة وهو قائد عليهم يبغون يرجعون للأحداث الحالية لكي يقود الحرب مرة أخرى ملك الضلال قائدهم ليش أنا قد كذا لأنه برضو المهندس نفسه قال أن الملوك ما رح يرضون أنك أنت يا سونغ أخذت الجسد أو أخذت القوة أن الملوك هم ينتظرون الملك الفعلي القائد الحقيقي اللي يخليهم ينتصرون على الجنود الفضيين أو على العالم شي زي كده كثير كلام عندي عن الموضوع الملك كثير كلام عندي عن أبو سوديو ما أقدر أتكلم كثير هنا خلاص أنا برضو حلقي راح عموما الفصل لدينا مرة خطوريين أنا اليوم طبعا اليوم الأثنين صورت الحلقة مدير متى راح تنزل لكم ممكن اليوم الثانية تنزل ممكن اليوم الثانية قبل البات هذا شيء صعب جدا ولكن في الجدب الموجود اليوم الأثنين راح نكون موجودين في بات شولو ليبلين إن شاء راكم تستمتعوا معنا هنا وصلنا للنهاية تيني كلام والله ما يخلص عن لحدات هذه لكن نكتبها ونرتبها ونضع النقاط على الحروف نسرد لكم كل ما في جوع باتنا في بات وصلنا للنهاية فأن منكم تابعوني على حساباتي انستجرام تويتر ليصلكم كل جديد وكما عودناكم سبحانك اللهم وبحمدي أشهد أن لا إله إلا أنت استغفركوا توبي ليك لا تنسوا الاشتراك لايك وشير ونشوكم على آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر